نسافر الآن إلى الولايات المتحدة مشاهدين في سابقة تاريخية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيمطل الثلاثة أمام المحكمة الجنائية في نيويورك في تهمة شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016 ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية بينما يخوض محاولة أخرى للوصول إلى سدة الرئاسة المدعي العام لولاية منهاتن ألفين براك وجه تهمة رسمية إلى ترامب في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار بهدف إسكاة الممثلة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بينما يتوقع تلاوة بيان الاتهام عند مثوله أمام المحكمة بالتأكيد نعرف جميعا أن ترامب كعادته لن يستسلم بسهولة بل صعد هجومه على الرئيس الحالي جو بايدن ويقول أن تحركات المحكمة ضده هي ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات وتوعد بأن هذه الملاحقة السياسية سوف ترتد عكسيا على الرئيس جو بايدن شبكة سئن الأمريكية قالت أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الأعمال والتنصل من دفع مبالغ مالية كما يواجه تحقيقين جنائيين يتعلق الأول بقلب هزيمته بانتخابات عام 2020 والثاني بطريقة تعامله مع وثائق سرية تم تركها بعد خروجه من ونصبه ولأول مرة في التاريخ ستأخذ بصمات الرئيس أو بصمات رئيس أمريكي سابق وسيخضع للتصوير الفوتوغرافي الجنائي كما أنه قد يكون مقيدا ليدين أثناء اعتقاله المثول في المحكمة بعد أي قرار بإدانته من هيئة المحلفين بحسب صحيفة نيويورك تايمز رواد مواقع التواصل الاجتماعيين قسموا بين من يرى أن ترامب سينجو من القضية ومن يرى في ذلك مؤشرا خطرا بسبب شعبيته الكبيرة واستعداد أنصاره للمغامرة بفعل أي شيء كما حصل سابقا وهنا نرى صاحب القرنين الشهير عندما اقتحموا الكونغرس الناشط منير حمص يرى أن ترامب سيخرج بسهولة من القضية لماذا سيخرج بسهولة؟ وسيترشح للرئاسة ويحقق الفوز عندها وفي هذه الحالة سيبدأ في تصفية حساباته ويبدأ الخطر الحقيقي على أمريكا حسب وصفه بينما يعتقد أيمن سليم أن أنصار ترامب لن يصمت وغالي بياتهم مدججون بالسلاح ما قد يجر البلاد إلى حرب أهلية بحسب توقعه